وتعليقاً على احتمالية تنفيذ المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عملية عسكرية في نيجر قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوم الروسي إن هذه الخطوة ستكون لها آثار خطيرة داعياً للبحث عن حل دبلوماسي وليس عسكري محذراً من أن التدخل العسكري يمكن أن يكون بداية حرب أفريقية كبرى ليس الجميع في دول الساحل الأفريقي على ذات الموقف من الانقلاب في النيجر فكيف جاءت المواقف والتصريحات نتابع انقلاب النيجر العسكري أدخل دول الساحل المجاورة له في حالة عدم يقين وخوف موريتانيا التي تتولى رئاسة دورية للمجموعة دانت الانقلاب ورفضت التغييرات غير الدستورية للحكومات التي تتنافى مع القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وأكدت حكومتها أن رئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يتابع الوضع باهتمام عقدة المنطقة أما الجارة الشرقية تشادة التي قاد رئيسها وساطة فشلة لإنهاء الأزمة فقد عرضت الإطاحة بالرئيس محمد بازوم لكنها أكدت في الوقت نفسياً أنها لن تشارك في أي تدخل عسكري محتمل في النيجر أما بورك نافاسو فقد كان موقفها داعم لقادة الانقلاب على بازوم وذلك الاعتبار أي تدخل عسكري في النيجر استهدافاً مباشراً لها وهو الموقف ذات تتقسمهما لمعها التي انسحبت قبل عام من المجموعة معلنة أن التدخل ضد جارتها هو إعلان حرب ضدها